لكل المحبين لعبة STW اللعبة هيحصل فيها تحت سات كتير جدا وتقريبا شكلها بالكامل هيتغير في الفترة الجاية ففي الفيديو ده حصريا انا هقولك ايه الحاجات الجديدة ايه اللي هتتغير في اللعبة وايه الرودماب او خارطة الطريق اللي هتحصل في اللعبة كمان وكل اللي انتم احتاج تعرفه وكمان العناصر بتاعتك هتروح فين وايه اللي بيحصل دلوقتي في اللعبة وكل حاجة الكلام ده من سمته بنفسه المكان ده مش هتلاقيه في مكان تاني فلو متشجع يلا بينا سلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهار ده انا جاي بتكلم في موضوع مهم جدا وغالبا هيهم ناس كتير جدا منكم هتكلم النهار ده لا بيت survive the wild او النجاة من البرية وعن الحاجات الجديدة اللي هتحصل فيها اولا خلينا نقول ان اللعبة تعتبر فعليا في الفترة الحالية مش مستقرة جدا لان في حاجات كتير بتحصل احنا مش هعملها عناصر من انا بتتاخد ودونيشن بيتاخد يعني مثلا الاول كان الموضوع ده بتعمل دونيشن بالفود ودلوقتي بتعمل دونيشن بالاس دابريو بوينس وحاجات كتير كده ففي الاول بس خليني اخد حوالي دقيقة بالزبط اشرح فيها للناس اللي مش هعمل فكرة survive the wild ده هي لعبة من انتاج سام توبي اكثرهم تصميما وفعالية يعني في مجال المكفوفين اللعبة جميلة جدا وغير كده احنا بنلعبها او يعني في ناس كتير جدا بتلعبها واعداد اللعبين فعلا خرافية تمام دي اول نقطة الفكرة اللعبة ببساطة ان انت بتنجو من البرية تبقى عبارة عن شخص كأنك مثلا شخص بتبقى ناجي اصلا من انفجار ناو وحاجة كده ومرمي على شطة بحرة الفكرة انك بتنجو من البرية ازاي وبتقدر ان انت تبني نفسك شاوتر تعيش فيه تقدر ان انت تستطسمك مسلا تقدر ان انت تعمل حاجات كتير فالموضوع كبير وفي مهمات مسلا بتديك نقطة تقدر انك تشتري بها حاجات مسلا ما تقدرش تعملها بايديك لان انت معظم الحاجات بتعملها زي البصلة والشبكة والصنارة وكل الحاجات دي ففي حاجات ما بتقدرش تعملها زي مسلا البيك زي وده عنصر مدفوع فعالية انت اساسا بتشتري بها فلوس حاجات كده طب دلوقتي خلينا نشوف ايه بقى اللي جد وإن اللي طرق في اللعبة فإن انا هقرأه لك ده كلام سامتوبي هو اللي كان تمام يعني انا هقرأ لك مقال سامتوبي كان عامله بيرض فيه على اسئلة الناس ونشوف الموضوضة تمام وانا فعاليا سألته كمان على الكلام اللي مكتوب هنا دلوقتي لو عايز توصل لسامتوبي ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده في الاخر في الاول بيقول لك دلوقتي الوقت اللي احنا ناجب فيه على شوية اسئلة الناس بتسألها وهي اسئلة منطقية فعليا زي ليه احنا بناخد العناصر بتاعتك ليه احنا بنشيل العناصر اللي مرهاش لازمة زي البالونات من اللعبة والحاجات اللي من النعبة طب خطوة خطوة هنشوف الموضوع خلي بالك بس الاول ان الحاجات اللي انا هقولها في الاول دي يعني هو على حسب كلام سامتوبي طبعا نفسه كل اللي انا هقوله دلوقتي على حسب كلام سامتوبي نفسه ان دي بيسمها رودماب يعني ما تنتظرش مثلا ان الشهر الجاي واللي بعده الليفل ده هيتحدث او التحديثات اللي انا بقولها دي هتحصل او حتى في 3 او 4 شهور ده هو سام مثلا حطتها في ليفل مثلا حوالي سنة يعني هو هيبدأ يحدث فيها اجزاء ممكن السيستم بتاعه ده يكمل في خلال الاخر السنة دي مثلا اخر 21 فعشان بس تبقى انت فاهم الدنيا ماشي ازاي يلا بينا عشان احنا كده بنتكلم كتير بيقولك ان خرائط في المستقبل هتكبر بشكل مبالغ فيه يعني في عليا بيقولك ان انت المفروض ان هي هتكبر منك جدا الخرائط في المستقبل لكن بيقولك ان في المستقبل القريبية هتكبر من اتجاهين بس يعني احنا نكبرها في اتجاهين تاني اللي هو تمام ده في المستقبل القريب يعني فالخريطة هتكبر جدا يعني مثلا حوالي خمس تلاف طيل من هنا وخمس تلاف طيل من هنا او عشر تلاف وعشر تلاف من هنا يعني الخريطة هتكبر بشكل كبير جدا وهيبقى الموضوع في اللي اتفتح جديد في الخريطة هو عبارة عن يعني هيبقى عبارة عن ان اللاب هتنشئ جزء معين ده مثلا مش مش حاجة مثلا محطوطة بالورع والقلم زي ما بيقولوا لأ ده اللعبة نفسها اللي هتنشئ اماكن جديدة موجودة فيها تمام مش عبارة ان دي خريطة جديدة لأ انت مثلا عندك لما بتوصل لفوق خالص في النورث بيبقى ده بيقولك ان انت انت مش لادة تروح نورث تاني خلاص انت خلصت نفس الفكرة برضو في كل الاتجاهات فانت لأ الخريط فعلا هتجبر اكتر بكتير جدا في الليفل ده او بيقولك ان هي هتبقى اماكن متخططة بشكل زكي برضو يعني هي قطجنريتا لكن هي متخططة بشكل زكي فهي مش هتبقى مساحة فاضية يعني ده مثلا مش هتلاقي مكان فاضي ومليان جراس مثلا لا هي هتبقى برضو متخططة بعناية جدا عشان الخطة اللي جاية او اللي انا لسه هشرحها لك دلوقتي اول حاجة بيقولك ان على الاقل خالص ان الاماكن الجديدة اللي هتضاف دي هتبقى عبارة عن ايه هتبقى عبارة عن يعني تركيبة بتاعت الشكل اللي هتبقى متركبة عليه بيقولك ان هي هتبقى موجودة مثلا فيها فورستس او غابات وهي بقى موجودة فيها امتي سبيسس او اماكن فاضية وليكس اللي هي البحيرات والحاجات دي فبيقولك ان كل ده اساسا يعني احنا مش هنتكلم عنه دروقتي لان ده مش الاساس بس هنتكلم ليه احنا ضيفنا دي فالجزء ده متضاف عشان الاختراع الجديد اللي سامته بيختارها وهو اسمه او المخزن ايه فكرة المخزن وايه الفكرة العامة منه هشرح لك حالا وخلانا اقوله دي من الافكار الجميلة اللي سامته بيفكر فيها يا طبر بص بقى خلانا اشرح لك الاول تركيبة الخراجة اساسا هتبقى عاملة ازاي يعني انت كلما تروح نورس اكتر كلما تطلع للشمال اكتر كلما دني هتبقى تلجي معي فهو بيقولك ان انت مثلا هتبقى محتاج معظم الوقت او تقريبا كل الوقت ان انت تبقى لابس السنو بانس بتاعتك او البنطلون او السروال بتاع الجليد فدي حاجة هتحتاج ان انت تكون لابسها على طول بس مش دي النقطة ايه الفكرة في ان احنا نضيف جزء جليدي فوق وتحت حر الجزء هو فكرة الستوريج الستوريج ده عارف الشوتر عبارة عن بيت انت هتقدر تبنين نفسك البيت ده مش مجرد انه شوتر لا هو عبارة عن مخزن هتقدر تحط فيه لعناصر بتاعتك يعني انا دروقتي عندي مثلا الشنطة بتاعتي مليانة اكل ومليان حاجات كتير فأنا كل انا هعمله ان انا هحط في المخزن ده العناصر الزيادة عني وهشيل معايا العناصر المهمة بس يعني انا هيبقى معايا في الشنطة مثلا اقدر اشيل 30 حاجة من كل عنصر يعني من الاكل مثلا انا معايا 30 من المي انا معايا level معايا من كذا انا معايا كذا فاقدر ان انا اتردد على الستوريج بتاعتي دي وحط فيها العناصر اللي انا عايزها تمام فكويس ان اتبقى في الشمال مثلا في الجو ده فده معناه ان هي هتقدر تشيل اكتر يعني نسبة كبيرة اكبر من الاكل لكن بيقولك لو انت قعدت فترة كبيرة من غير ما تيجي الستوريج بتاعتك الاكل ده هيتجمد طيب اكيد كل اللي بيتفرج عليه دلوقتي يختم النقطة طيب ممكن حد يجي يدمر الستوريج بتاعي لا هو بيقولك ان الستوريج بتاعتك او المخزن بتاعك مش هيبقى محمي بالشكل العادي يعني هو مش شاوتر الموضوع معقد اكتر بكتير وغالبا بيقولك يعني ابسط حاجة مثلا ان انت لازم تكون في الشوتر بتاعك وتكون انت اونلاين والشخص اللي بيهاجمك برضو اونلاين عشان ينفع ان هو يحول انه ايه يختارك الستوريج بتاعتك او حاجة زي كده وغير كده بيقولك ان فيه انظمة حماية كبيرة جدا على الستوريج بتاعتك ان مش اي حد يقدر ان هو يختاركها بيقولك طبعا انت تقدر تبني اي عدد من الستوريج انت عايزها ولو انت سيلر او انت مثلا عايز تخلي الستوريج بتاعك ده كانه متجر الناس تقدر تشتري منه ده طبعا تقدر تعملها بس بيقولك لو انت اكيد شغل وقتك بان انت تبني استوريج او مخزن بس ده هيبوز الابلتيز بتاعتك مثلا زي في الصيد والحاجات اللي من النهادة هنتكلم طبعا في الابلتيز قدام شوية لكن هي دي الفكرة العامة فانت تقدر ان انت تبني الستوريج وتخزن فيها العناصر بتاعتك وده كويس فليه برضو سامتوبي عايز يعمل الموضوع ده على حسب كلام سامتوبي فهو بيقول ان انا نفسي ان اللي يخسر في اللابة ما يخسرش كل الحاجات اللي هو عايزك يعني مجرد ان انت تخسر بالكاركتر بتاعك ده هيخسرك بس العناصر اللي في الشنطة اللي هي اساسا مش كتير تمام فانت قريدي عندك الستوريج اللي مليان العناصر بتاعتك فانت مخسرتش حاجة انت خسرت بس الكام عنصر اللي معك يبقى انت اول لما تبدأ اللابة منول وجديد يا دلاتي انا مثلا ما معايش دي افسي ما ان السيستم دي افسي برضو هيتشالي وهتكلم عنه قدام بطو فانا افترض دلاتي انت خلاص يعني خلينا بس الفكرة دي افسي لان هي دي اللي انت عارفها دلوقتي فانا افترض انت معكش دي افسي وتقتلت كله عناصرك بتروح يا باشا وتبدأ من البداية في المين لان لا هو مش هيعمل كده هو هيخليك ان انت كل اللي انت محتاجه مثلا كام ساعة بالكتير قوي عشان تقدر انت توصل لستوريش بتاعتك وترجع ايه للأسلحة وللدنيا دي ومش هعرف ايه يعني مثلا انا معايا حوالي عشرين ريفولبر انا هبقى شايل واحد معايا بس في الشنطة وشايل معايا ميت بولت مثلا او حاجة اكتر من كده وخلاص مش عايز اشيل اكتر من كده او ما يفعش اشيل اكتر من كده اصلا حتى الحساب المدفوع وبقيت الحاجات والحاجات دي كلها موجودة عندي في الايه في الاستوريش بتاعتي يبقى حتى لو انا اتقتلت في كويست او انا اتقتلت في قتال ولا في اي حاجة من الحاجات دي خلاص انا اول عناصر اللي معايا روحت ما اختلفناش لكن الاستوريش بتاعتي مليانة اقدر ارجع لها في اي وقت واخد منها العناصر اللي انا عايزها غير كده بيقولك ان في الجنوب هيبقى الجزء دافي انا اترك ان في الشمال هيبقى الجزء متجمد الجنوب هيبقى دافي طب ايه فكرة ان الجنوب دافي بقى الجنوب دافي لان سام توبي هيضيف سيستم الكروبس يعني المزروعات سيستم المزروعات ده من الحاجات الجميلة جدا اللي هو بيفكر فيها والغالبا هتعمل امباكت حلو على اللاب هو بيقولك انا مش هس حد يخاف تاني من ان يموت من الجوع او العطش في اللاب لا انا هدي لك القدرة ان انت تقدر ان انت تزرع طبعا هو ده فكرة زكية لان من اساسات السيرفايفور يعني او انا بنجو او كده فممكن عادي ان انا لو لقيت مكان كويس مناسب لزراعة هزرع مش هعيش على الناس تطحيونات واكل سمك مثلا هو يسترزو كده بيقولك ان فكرة الزراعة دي كويسة جدا لان انت مثلا هتزرع الارض مرة واحدة والمزروعات موجودة في الارض فانت تقدر ان انت تاخد منها الفاكهة وتقدر تاخد منها الاكل اللي انت ممكن تاكله اكتر من مرة يعني مثلا كان وقتنا الحقيقي معروف ان مثلا المزروعات بتطلع مثلا كل كل مثلا عشر ساعات في اللعبة يعني هو هيزبطها مثلا عن انهم عشر ساعات في الوقت الحيي بتاعنا طبعا بديك مثال فانت كل عشر ساعات تقدر انت تروح عارف الجيفت شوب مش انت بتروح كل 24 ساعة عشان تاخد الهداء بتاعتك اي دي برضو نفس الفكرة في المزروعات انت هتروح كل وقت معين تقدر انت تحصد المزروعات بتاعتك وتاخد كل الحاجات اللي انت حصلتها دي وتحطتها في الستوريج بتاعك لو انت مثلا السوريج بتاعتك انت بنيها في مكان ينفع فيه ان انت تزرع فده هيبقى فكرة كويسة جدا ان انت هتقدر ان انت تاخد من المزروعات على طول وتخط في المكان ده مثلا تقدر ان انت هتعمل سورس ووتر سورس ان انت كأنك بتبني بيل او حاجة او مثلا انت جنب مياه فتقدر ان انت برضو تاخد مياه وتاخد مزروعات بالشكل ده كويس لكن برضو هيأثر على الكدرات بتاعتك فهو عامل نظام كدرات هنتكلم عنه حالا ويقولك غير كده ان انت كمان هتقدر تربي حيوانات في الجزء ده يعني انا مثلا دراجتي عندي في الجزء بتاع المزروعات فانا زرع حاجات غالبا مثلا انا زرع مزروعات وخضر وحاجات كده فالارانب هتيجي جنبها تمام فالمفروض ان الارانب اللي هتقرب دي هتاكل من العناصر اللي انا زرعتها كويس فده برضو بيقولك ان ده هيبقى بشكل مستمر يعني فيه حيوانات هتيجي جنب المزروعات بتاعتك بشكل مستمر وده هيخليك كمان تقدر ان انت تاكل منها كمان يعني مش مجرد بس كده فده هتبقى فكرة كويسة يبقى انت مثلا في الجنوب انت في الامان وكل ده لكن في الشمال مثلا انت هتموت من البرد فكل حاجة هيحط اهميتها جنبها فهو بيقول الكلام ده حرفيا بيقولك انا ليه عايز اعمل كده انا عايز اعمل كده عشان الناس اللي بتخاف انها تخسر في F-TW او بتخاف انها هتموت من الجوة او العطش ده مش هيحصل تاني كله عليك ان انت ممكن تخسر كم ساعة بس على ما انت تزبط دنيتك تاني وترجع للستورتش بتاعتك وترجع للإيه للليفل اللي انت كنت فيه تاني بيقولك انا عارف ان السيستم ده يعتبر غريب على كل العبين F-TW وده شيء مش متعودين عليه لانه هما معتمدين لكل شيء في الامفنتوري فبيقولك انا مش هعمل السيستم ده مرة واحدة لكن انا هقدمه خطوة بخطوة بخطوة بالراحة جدا عشان تقدر ان انت تتفاهم وتفهم انت هتلعب ازاي او انت هتشتغل فعليا ازاي يعني هو بيقولك ان احنا عاملها تدريجيا كده خطوة خطوة عشان برضه تبقى انت فاهم هتلعب ازاي او السيستم الجديد ايه حكايته معك مش تتفاجئ ان انت هتفتح مثلا هتلاقي فيه سيستم جديد وانت مش فاهمه وتحس ان اجتايا هنا بيقولك اهم حكا طبعا ان انت عناصرك هتبقى اما محطوطة في الشمال او الجنوب فا انت في الامان بس مش شرط تعملها في الشمال او الجنوب عموما بيقولك انت ممكن برضه تكون اسكى وتعملها في الجزء بتاع المين مثلا المين في الحالة دي مش القصد المين لا انت قصد المين او الجزء الرئيسي اللي هو هيبقى في نص الميب نص الميب ليه المبات اللي احنا نلعب بها دلوقتي فممكن انت تعمل شيء زي ده طبعا دي مش مشكلة خالص على فكرة بس بيقولك انا اشجعك طبعا ان انت تغامر وتبني في المكان ده لكن طبعا انت لما تبني في اماكن بعيدة ده هيبقى ابعدة عن ان الناس توصلوا حاجات زي كده واقمن لكن اكيد انت لو بنتها في مكان مثلا في النص فده شيء كويس لكن بيقولك ان ده برضه في الحالات هيعرضك لكذا حاجة زي اللي بين التانين لو حد مركز معك جدا وعرف انت اونلاين امتا وجوه الستوريج امتا حاول يهجم عليك او الكوارث الطبيعية اللي هتحصل في نص الميب فانا عن نفسي بلعب اللي ببقى لي كتير جدا لكن انا يعني مش كتير بالدرجة الاوفر لكن يعني فترة وما شفتش اي حاجة من الكوارث الطبيعية دي لكن انا سمعت عنها قبل كده ان كان مثلا بيحصل حاجات زي كده وكانت بتخصي الناس دي افسي وكده فهو بيقولك ان انت الستوريج بتاعتك برضه هتتأذي من الحاجات زي الكوارث الطبيعية فانت هيتغامر وتبنيها في النص اه او اما تبنيها في بعيد لكن هتبقى مشوار بعيد عليك يعني كعادة سمتوبي اللي هو بيديك برضه المغمرة والقلق في الحاجة اللي انت بتعملها بيقولك ان انا اكيد برضه هدور لك على طريقة كويسة عشان تقدر ان انت تتنقل في الماب بشكل افضل بكتير من الطريقة الحالية دي حاجة هو بيفكر فيها وبيقولك انت كمان مش هيبقى كل همك ان انت تستضوت ويبقى مثلا معك العدد المعين من السمك او من الدب او من اللحمة في الشمطة بتاعتك عشان تاكل وتشرب وتجودها لا انت هيبقى همك الاساس ان انت تكسباند او تكبر الاربي جي سيستم بتاعك الاربي جي سيستم اللي هو بيقولك ان اللي احنا يعتبر لسه ما بدقناش فيه هو بيحاول انه حتى يتكلم فيه دلوقتي في اللعبة ايه هو الاربي جي سيستم اللي هو بيعمله بيقولك ان الناس اللي عامل الدونيشن مثلا هتاخد فايدة على العناصر بتاعتها ايه الفايدة اللي هتاخدها مثلا هتقدر ان انت تشهد بشكل احسن هتقدر ان انت تشتغل بشكل احسن في اللابة الابلتيز او الكدرات يعني مثلا خلينا نقول ان صيد السمك كدرة صيد الحيوانات كدرة القتال نفسه كدرة وحاجات زي كده فكل الابلتيز دي هتزيد مع الوقت مع استخدامك ليها ومع تنميتك ليها تمام؟ يعني كأن انت بتعلم بتعلم اللاب بتاعك انه يعمل الشئ الفلاني لو عدت فترة معلمتوش هو هينساه فهي الفكرة كلها كده هتديك برضو امثلة عشان تفهم الموضوع اكتر وتوصل لك الفكرة هو بس في الاساس بيقولك من الحاجات الاساسية اللي بتخليني اشيل العناصر اللي في اللابة هي مثلا ان انا عشان اكبر السيستم فانا محتاجة اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة زي مثلا انت عايز تشوف العناصر اللي انت ممكن تحطها في الستوريج بتاعتك وهل هي هتقلل الجوع عندك ولا لا فحاجة زي التشيبس مثلا ايه لازمتها هو ده رأيو ويقولك ان التشيبس مثلا حاجة بتنقص خمسة هنجر او اربعة هنجر دي لازمتها ايه في الستوريج بتاعتك ففعليا انت هتحرقها وهتدمرها فانا عشان ما خليكش ان انت تدمر العناصر اللي مش هتبقى مفيدة في السيستم قدام لأ انت هتعملها دونيشن وعلى حسب العناصر اللي انت هتعملها دونيشن هتاخد نقطه والنقط دي هتفيدنا قدام فهو ده اللي هو بيفكر فيه ايه فايدة النقط قدام هنشوف بورده كمان بيقولك ده من الافكار الاساسية اللي انت بتحتاج ان انت تعمل دونيشن للحاجة للعناصر بتاعتك لان انت فعليا مش هتحتاجها في المستقبل فممكن يبقى عندك استوردج في الشمال والجنوب مثلا وانت بتتنقل في الماب زي ما انت عايز وانت زي الفل بيقولك على حسب الاكل اللي معاك انت في كل الحالات هتحتاج ان انت ترجع البيت بتاعك او الاستوردج بتاعتك عشان تحط العناصر بتاعتك دي اساسا في اللعبة ليه محتاج ان انا نحط العناصر بتاعته لان اساسا هيبقى فيه او حاجة زي عقوبة كده او مثلا اللعب هيتعب لو فيه عناصر كتير في الانفنتوري هو ما قالش بشكل واضح الموضوع هيمشي ازاي بس الفكرة كلها ان انت مش هينفع تشيل العناصر ديات في الشنطة فهتضطر ان انت كده كده تروح تخطها فلما تروح تخطها انت محتاج عناصر مهمة جدا عشان مثلا انا مش هروح كل خمس دقيق الستوردج بتاعتي واجيب منها مثلا الف تشيب ما ملاش لازمة فانا محتاج حاجة لها لازمة ان انا قادر استفيد بيها زي مثلا الفيش فهي مثلا بتقل الجوع كويس زي الايستر زي الايستر زمان كده او انت فاكر الايستر جينا بقى النقطة هنا مهمة هو بيقولك طب و ايه بالنسبة لل دي اف سي دلوقتي انت مش محتاج يبقى معاك كام الف دي اف سي في الشنطة بتاعتك زي ما فيه ناس محتاجة هل ده معنا تدمير سيستم الدي اف سي فهو بيقول ده اه لان دي تعتبر نهاية سيستم الدي اف سي لكن برضو ما تخافش احنا مش هنقي مش هنضيعك ياه فهو اه هيلغي سيستم الدي اف سي او سيستم الدي اف سي هيكون ملوش لازمة لان في الحالة دي الموت مش خسارة يعني كمية الدي اف سي اللي بنشالها معنا او تقريبا ده من اهم العناصر اللي بنحاول ان احنا نحتفظ بها في الشنطة بتاعتنا او في الانفنتوري لسبب لان انا ممكن ابقى في موقف واتطرب مثلا فانا لو معايا دي اف سي ده هينجيني من الموت ده كويس جدا فمش هيخليني ابدأ من الصفر لكن فعليا انا مش هبدأ من الصفر حتى لو خسرت فايه فايدة الدي اف سي هنشوف برضو دلوقتي هو بيفكر ازاي معنا بيقولك في الاساس انت هتقدر تعمل دونيشن للدي اف سي بتاعتك كدونيشن بوينت وبيقولك ان الدي اف سي بتاعتك كدونيشن بوينت دي او اللي هي النقط بتاعت التبرع دي بنعتبرها ككوبري كده عشان نقدر ننقل من السيستم القديم للسيستم الجديد يعني بمعنى اصح انت كل اللي معاك او كل عناصر اللي هو مش هيستخدمها في الجديد هيخليك تعملها كدونيشن او كتبرع تعملها كتبرع تاخد باقصادها نقط بايميتها نقط النقط دي هتقدر تشتري بها عناصر في المستقبل هتفيد السيستم بعدها كده زي ايه زي انت تقدر تشتري طوب مثلا عشان تقدر تبني مثلا تقدر تشتري او حاجة زي كده فانا مثلا اقدر ان انا كمان اشتري حيطان مثلا غير قابلة للتدمير فانا عابني الشوتر بتاعي بطريقة ما تتضمرش اساسا يعني تقدر انها يتقوم الزلازل الطبعية والجرنيت اللي ممكن حد ينميها فيها وكده ومش هتتأثر فهو ده هيبقى ده الاهم ان انت البوينس بتاعتك تقدر تشتري بها مثلا حاجات تقدر تبني بها احسن تقدر تشتري بها نوع افضل من المزرعات تقدر تسرعه وده هيخلي ان اللابة معك اقوى وافضل بكتير بيقولك طب وبالنسبة للDFC اللي انت بعملت الهاش دونيشن طب دي اضعت عليك قالك لا ما ضعتش عليك بيقولك انا عارف ان انت تبعت فلوس في الDFC فانا مقدر ده وعايز اقولك ان الفلوس بتاعتك هتبقى يعني من اهم الحاجات اللي موجودة فبيقولك ان الDFC اللي في الشنطة بتاعتك هو هيختفي اوتوماتيك تمام بس هيبقى في حاجة اسمها يعني يعني هيبقى في حاجة عندك في الشنطة بيدهلك قصات الDFC ده برضو كأنها كريدت تاني تقدر ان انت تشتري بيها حاجات مدفوعة زي البريكس بس برضو اللي مش بتتكسر اللي انا برضو بعيد وزيد في الموضوع ده لان ده اللي مكتوب في الفايل اللي سامتو بيكاتب هو بيقولك ان اه انت هتقدر مثلا قصات الDFC بتاعك ان انت هتشتري العنصر الغالي بعد كده اللي هيبقى البريكس او الطوب اللي مش بيتكسر خالص لكن برضو انا هخليه قابل ان انت تقدر تشتريه ان انت تقدر تحصل عليه بالحساب الفري يعني يعني مش محتاج مثلا كريدت دايما عشان تقدر تجيب حاجة سيدي فقوة ولكن عايزة اشيل الفريكشن اللي في الموضوع ده لان ده هيبقى اصعب بالنسبة لللاعبين بيقول انا مش عايزة اقول بشكل انهائي ايه اللي هيحصل لاني انا مش عارف وانا ما عادتش انا بالقدم عشان نتكلم في الموضوع ده بشكل رسمي يعني ونشوف هنعمل ايه فمش عايزة احط معلومات زيادة في الموضوع ده ده على كلام سام بيقولك عشان ما تقولش عليك اكتر من كده خلينا نتكلم شوية عن نظام الار بي جي سيستم اللي كله مستنيه لحد دلوقتي عشان نشوف ايه الجديد فيه بيقولك انا بتكل انا بقول فكرة الار بي جي دي بجدية شديدة زي ايه مثلا بيقولك كل الحاجات اللي بيقدر لعب انه يعملها زي انه يقدر يعوم زي انه يقدر يجري زي انه يقدر يولع نار زي انه يقدر يصطاد زي انه يصطاد سمك زي انه يقدر مثلا يمشي في المية حاجات كتير جدا زي الفترة اللي يقدر يعطيها تحت المية بحد ذاتها اصلا دي هتبقى عن عبارة عن يعني ايه يعني هتبقى عبارة عن قيمة من صفر لمية فمثلا انت دلوقتي نفترض ان الجامب عندك صفر تمام فانت هتقدر تنط مثلا نطتك العادية او مثلا نطة مش هتبقى قوية قوي لكن مثلا لو وصلت ال 25% فانت هتزيد تايل 50 اتنين تايل 75 تلاتة ومثلا 100% هتبقى مثلا النطتك مزبوطة بالزيادة يعني لو مثلا تايل بص منك هنا بص منك هنا هو اللاب هتبقى او هتسامحك فيه يعني مثلا ايه انت في العادي مثلا لو رجلك فلتت عن تايل زيادة انت بتقع تموت لكن دي هتبقى اللابة مثلا لطيفة معك مثلا برضو الشوتينج او ضرب النار فانت مثلا لو لو الرنج بتاعك 100% فده افضل شيء في الدنيا انك هتقدر تصطاد او هتقدر ان انت تدرب بالنار وطلقاتك هتصيب معظم الناس لكن لو الرنج صفر فغالبا طلقة برضو مش هتبقى كويسة برضو في صد السمك يعني هو بيقولك ان صد السمك مثلا دي من رحكات اللي نقدر اشرحها لك سهل الرنج هيبقى 50% مثلا تمام اللي هو القوة بتاعت صد السمك اللي احنا بتعادلنا عليها حالا في اللعبة ده هيبقى 50% لو عليت لمية اكيد هيبقى افضل بكتير كيان انت مثلا بتصطاد سمك فبيطلع لك نت وذا اللاطفش سمك كتير جدا فيها وبرضو لو انت ما بتصطادش سمك بقى لك فترة فالموضوع ده هيقل مثلا لزيرو او ل 15% او حاجة وده يخليك تاخد وقت اكتر بكتير عشان تقدر ان انت تجيب سمكة من المية ده بيقولك ان ده مش معناه ان انت ده يعني ده معناه ان انت مش هتحتاج ان انت تعالي الحساب بتاعك مرة واحدة وتسيبه لا انت لازم تتأكد ان انت كل فترة تستخدم الابريكتس او الكدرات دي بشكل مستمر عشان ايه ما تقلش منك يعني من وقت للتاني انت محتاج ان انت تصطاد محتاج ان انت تولع نار محتاج ان انت تعوم في المية حاجات زي كده عشان تتأكد ان الحاجات دي تعالية عندك بشكل كفاية او قوية بالنسبة لك زي زي برضو موجود على جزء خفيف ان انت بيبقى عندك مسلا انت تعبان قدية او انت عامل ايه كده فبرضه هتبقى نفس الفكرة يعني نفس السيستم وجوه والعطش يعتبر لكن طبعا وجوه والعطش لما بيعطلوا ده شيء سلبي لكن الحاجات دي لما بتعلق بتبقى شيء ايجابي تمام فانت هتبقى بلاير برينس يعني او انت هواصل لكل حاجة لما يبقى القوة بتاعتك او الاربي جي سيستم بتاعك كامل انت تقدر تعمل كل حاجة بنسبة مثلا مية في المية فده كويس اما انا لو انت قاعد في الستورج بتاعتك او قاعد مثلا بتزرع وتأكل وتاخد من الزرع وجوه ده او انت بتزود اكل لكن الحاجات التانية بتقل مع الوقت لان هي بتقل لوحدها طيب بالنسبة للحسابات المدفوع والمجانية ايه بقى اللي هيحصل بيقولك ان تقريبا الفرق الوحيد اللي ما بين الحساب المدفوع والمجاني انك في الحساب المجاني هتقدر تعمل ستورج واحد بس لكن في الحساب المدفوع هتقدر تعمل اي عدد انت عايزه وفي اي مكان في اللعبة تمام يعني انا ليه ستورج واحد كحساب مجاني وقدر احط فيه العناصر اللي عايزها طبعا مش هيبقى فيه لمتد للعناصر في ايه حاجة بعد كده خلاص يعني مفيش العناصر مش محدود اما بينك حساب المدفوع او مجاني تقدر توصل لكتا من مية عادي براحتك مش مشكلة لكن هيبقى عندك ستورج واحد كله في اللعبة معندكش غيره تمام تبني في ايه مكان بقى فهي اما تشيل في الشنطة او اما تشيل في ايه مكان بس انت معندكش لمت للعناصر وتقدر تشيل العدد اللي عجبك كليا تمام سواء من المزرعات سواء من اي حاجة فانت كده زي الفل طبعا لو انت حسابك مدفوع في لك فكرة السيلنج ان انت مثلا عندك ستورج والمفروض ان انت عملت الستورج ده مش مجرد انه مخزن لأ انت عملته كمتجر تقدر انت بيه فيه وتقدر انت بيه عادي من المتجر ده بشكل كويس ان الموضوع ده مش هيتعبك يعني وغير كده هيبقى اسهل في كتير في ان انت تاخد الفلوس بتاعتك ان الشخص هيجي بالسيستم بتاع المتجر اللي عندك يحط الكوينز وياخد الفلوس ويمشي مش هيبقى فيها ناصفة او حاجة زي كده يعني برضو بما انك لو عملت كرافتنج العنصر معين فانت الكدرة بتاعتك في الكرافتنج هتعلق لكن برضو ده معناه ان انت ممكن كدرتك في الطبيق تقل تمام فتاخد وقت اكتر على ما تطبخ مثلا لحمة او تطبخ سمك او حاجة زي كده فتخلي بالك برضو من النقطة دي يعني يعني بيقولك على حتى بالهلس بتاعتك او الصحة كل ما تعد اكتر كل ما العناصر اللي بتقلل الجوع هتبقى اكتر وبرضو ان الجوع مش هيبقى مثلا على حسب ان العنصر ده بيقلل 100 او العنصر ده بيقلل 3 او الجاو ده لأ كل العناصر اللي في الشنطة بتاعتك في الين هتبقى مفيدة في موضوع ان هيتقلل الاكل تمام او الجوع عندك او العطش يعني ده بيقولك ده مجرد مثال بسيط على اللي هيحصل فانا كل ما الصحة بتاعتي تقلل اكتر كل ما كون انا مش هجوع اكتر بينما ان العكس لو انا صحيتي قليلة فانا مثلا لو كلت الاكل مش هيقلل الجوع بتاعي قوي بيقولك ان الفكرة دي كلها يعني دي مجرد دي مجرد خط عندي او انا هنفذها لكن هتاخد وقت على ما تتنفذ فما تنتظرش مثلا ان هي تتنفذ بكرة الصبح بس بيقولك ان ده على الاقل بيدينا او بيشل مشكلة الحسابات مثلا مجانية او مثلا لو انت كانوبي فانت عندك من البروتين بار فبيقولك مثلا دلوقتي لو واحد يده البروتين بار بتاعه لحد تاني ولحد التاني ده رح راجع من ديوم له تاني عشان يعد الليمت بتاع البروتين بار فبيقولك احنا اكيد مش هنعرف ان حد بيغش فبدال من منديل بالمشاكل دي كلها احنا هندي اللاعبين اللي هما عايزينه وبنفس الوقت الحسن في السيستم بتاع اللاعبة ده اللي كان سام كاتبه في الكتابة اللي هو كتابة حتى هو بيقولك انا اسف ان انا كتبت بسرعة في سبيلنج ايرورس في الكلام يعني في اخطاء املائية في الكلام فانا ملحقتش هزبطها مش موضوعنا خطوص منقش على السريع لان وردي الفيديو طول مننا بالنسبة لللي بيعمله سام ايه الفكرة كلها كلعب لست دابليو خلينا اقولك ان من اكبر ازمات اللعبة يعتبر او من وجه النظري على الاقل حاليا هي الحسابات المدفوعة طب ايه الفكرة في الحسابات المدفوعة وايه ازمتها ان انا عندي حساب مدفوعة فانا عندي unlimited في العناصر كلها تمام يعني انا اعرف مثلا في حد من اصحابي عنده المياه حوالي مش عارف خمسين الف تقريبا ولا مش عارف عشرين الف مياه اقولك طب ده محتاج انه يروح يملى مياه ليه تاني بكمية الباطل اللي عمعاه وكمية المياه اللي هو مليها في الشنطة بتاعته ومحتاج مياه ليه دي نقطة تمام مثلا هو طلع على الجبل في مرة وجاب حوالي عشرين الف سنو تمام هيطلع على الجبل ليه تاني عمره في حياته اساسا راح الكامبينجراوند وجاب مثلا حديد بشكل اوفر تمام يعني مثلا قعد في الكامبينجراوند ساعة كاملة وبيدوس سبيس عشان ياخد حديد خلاص واحد تاني شتاني دي افسي بكمية مبالغ فيها زي مثلا عندك ناس زي بولت في اللعبة مثلا فالناس دي بيقعها الليفل عالي جدا من العناصر لدرجة مل بجد انت لما يكون معاك كمية العناصر دي انت ما بتخافش زي مثلا انا معايا نفطرت ميت بايك عمري هيخاف لو واحدة منهم متكسرت هي نفس الفكرة في كده فده بيقالل ممتعة اللعبة هو سامعيز يعادل ما بين كل الناس اللي موجودين في اللعبة حساباتك المجانية وحساباتك المدفوعة طبعا هتفرق ان يبقى بحساب مجاني او مدفوع لكن الفكرة كلها اني لازم انت تشتغل زي كل الناس عشان ما تخشش انت اللعبة هو يبقى حسابك اسمه عظيم اوفر وخلاص يعني دراتي مثلا لو انت كلعب عايز تدخل غابة البيكي هتدخل غابة البيكي ازاي الموضوع ان في ناس قوية جدا موجودة هناك ومتقتلك تمام لان هم مثلا كل واحد منهم معاه حوالي كتير يعني انا عرف ناس معاها ديف سي بالالاف حرفيا في اللعبة فده واحد ما يفتحش بيكي ليه ما يقتلش او يدمر كل حاجة ليه فهو ده بيبقى غير عدل ان انت مهما قتلته هو ما بيتقتلش حرفيا لانه هو معاك 100 ديف سي مبالغ فيها تمام انت عمرك هتقدر تقتله مثلا 3000 مرة وراء بعض مستحيل فانت بتقتله وهو ان شاء الله لو ساب نفسه هيلحق انه يجمع ويجيب العناصر من النواة ده هيلحق انه ياخد تليبورتر ويهرب منك خد من ده كتير بقى فانا رأي ان السيستم الجديد معقول لكن هيحتاج شهاته وقتا على ما تقدر تاخد عليه يعني انا ده كان رأي برضو زي رأي سام توبي ان ده بيخلي ان فيه المبتدق طول عمره هيتان المبتدق والمحترف للأسف هيطحن المبتدق ده السيستم الحالي يعتبر من وجهة نظري في استو دابليو لو انت معندكش حاجة تسند عليه تمام يعني لو انت معندكش اصحاب يدولك عناصر يساعدك في الاول انت هتبهتل ده رأيي طبعا في اللعبة او لو انت مش فاهم لو انت جديد يعني فانا الشباب معايا كنوا كويسين جدا في الاول وفهموني وقاموا معايا بالوجب ومش عارف ايه ومسلا اول مرة انا ما كانش معايا اسلحة فروحت فيها مثلا القرية انا كان الاسلحة اللي معايا تفهم وما كانش معايا حتى دي افسي ولا اياه حاجة ما كنتش عارف ازاي قتل حتى عناصر قاية الحيوانات فاول مرة روحت افعل قرية كانش مفروض انه مقلق لقى ايه حد لان انا اللي طلعت لسا ما كنتقرش وانا اساسا مش معايا اسلحة كويس ومعايا تقريبا واحد شيلد فكنت هتبهدل دلوقتي دلوقتي مسلا معايا شيلد كتير معايا اسلحة كتير معايا شاتجانز شاتجان شيلد وحاجات كده فاقدر ان انا العب بشكل محترف يعني شكل محترم يخليني اقدر ان انا استريح او يعني ايه انا متطمن وانا بتحرك في اللعبة تمام زي مثلا لو هتروح او الحاجات اللي زي كده فهي دي كانت الحاجات الجديدة اللي سامقل عليها في المسج بتاعته انا لقيتها وقلت ان انا لازم اعرض لكم الفكرة اللي فيها بشكل مفصل يعني انا دلوقتي كده هو كل اللي سامقاتبه انا اطهرك في الرسالة دي تمام بالزبط يعني فهو ده السيستم الجديد وهو ده الشكل الجديد اللي في اس تي دابليو بيتعامل طبعا كورس اس تي دابليو او سلسلة اس تي دابليو اللي هعملها لازلت هتتعمل طبعا لكن فيه حاجات بتحصل فعليا على ارض الواقع من الكلام اللي انا بشرحولك ده ده فيه حاجات بتحصل يعني مثلا هو حطت رسالة بتاعت الدونيشن وبينصح الناس كلها انهم يعملوا دونيشن مثلا حكاية انه هو بيكتشف الناس اللي بيتغش فمبالح كان بيكتشف بوجلو مثلا وده على حد يعلم انه من اللعبين الكويسين في اللعبة المفروض او من اللعبين الشطار يعني هو كزا حد من الاعلام اللعبة الناس دي بيتغش وهو نشر اسميهم وموضوع كبير كده زي جامي زمان لو انت فاكرين موضوع جامي يعني الناس اللي بتلعب جسك جامي اللي مرميها في كل مكان ويقدر كلها من ان ياخدوها على المشتاء في المين لانت فهي نفس الفكرة فبرضه اقولي في التعليقات ايه وجهت نظرك في السيستم الجديد ده والموضوع ده كله انا لما سألت سام توبي في وقت كان موجود هو فيه في اللعبة واليوم اللي كان فيه مشكلة في السيرفر لما كان تليبورتر بيحاول يبوازه فكنت بسأله على الموضوع ده يعني حتى كمان سألت دورين فبرضه قاله ان مفيش حاجة نقدر ان احنا نقولها دلوقتي يعني اه دي خطط وكل ده لكن مفيش حاجة نقدر نقولها لان مفيش حاجة جاهزة قوي على قرض الواقع نقدر ان احنا نتكلم فيها فبس هو ده اللي تقالي يا ريت تقولي رأيك في التعليقات في فكرة استي دابليو ايه اللي انت يعني انت متبشر خير والله شارف السيستم ده دلوقتي وكده وهو سام توبي بيقولك انا يعني قولي رأيك يعني انا متاح ان انت تقولي رأيك بشكل كبير عشان نقدر نحسن اللعبة ان انا مش مش هعتمد على رأيي فردي في الموضوع ده لكن انا بعتمد على رأيك كلكو ده على حسب كلامه يعني فتقدر تبعط له على webmaster at samtubi.com تقدر تبعط له على samtubi على skype والحاجات دي كلها موجودة في الموقع بتاعه بالمناسبة عشان تقدر تواصل معها لو عايزي فكل الطرق دي متاحة بالنسبة لك وهو فعليا درتي بقى يدخل ال sw يعني انا شفت حواليه ثلاث مرات في فترة مش كبيرة والادمنز موجودين فتقدر انت تعمل يعني تقدر تعمل الاقتراحات بتاعتك لأي حاجة من الحاجات دي وتشوف ايه اللي يتعمل فبس منتظر تعليقاتكو يا شباب كان معكم احمد سامي لايك وشيري سبسكرايب سلام عليكم بالمناسبة قبل ما امشي تفصيلها صغيرة بس الكلام ده على العهدية samtubi يعني انا مش مخدرها انا مليش دعوة بسستم من دول انا اللي قريته هو الفايل اللي samtubi سايبه وكاتب فيه الكلام ده فانا قريتلك اللي هو تقال واللي سألته للادمن ورده علي فيه هو ده اللي انا قلته لك فانا مليش دعوة وانا مليش اي فكرة في الحاجات اللي بتتعمل انا مجرد ان انا بس بقصلك المعلومة او بترجملك الفايل الانجليز اللي سامتو بيكاتبه باللغة العربية وبطريقة سهلة السلام عليكم